ازيكم عاملين ايه؟ يا ربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو تنسوش لايك واشتراك بالقناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ايه ازيكم يا اجمل فانز وحشتوني جدا فيديو اليوم واخيرا مفاجئة وبالنسبة للمفاجئة اللي شفناها النهاردة احنا اتكلمنا عنها فاكتر من فيديو وقلنا ان كل الفانز يتوقعوا معنا حتى حمل جلجل كمان سألنا الفانز قولوا رأيكم جلجل حامل ولا لا وده عشان الفانز اللي بيقولوا ان ديت مش المفاجئة كنا عارفين ان العيلة مش هتتكلم على حملنا دا جلجل حامل وبالدليل هنعرف ليه العيلة عملت المهرجون ده وكمان هنعرف حقيقة اصابة السندريلا غزا البحرق جديد بجد صعبت علينا قوي هنعرف كمان مين السبب وهنشوف برنس مصر وهو بيصالح بابي مكة ازاي وهنعرف ايه الموقف الصعب اللي عملته الندى حامل مع العيلة وازاي زلتهم بالاكل وايه احلى الديت اخيرا هنشوف احلى واكدة تيك توك لعيلة الجمل وايه احلى في المفاجأة الكبيرة شوفوه للاخر هيعجبكم جدا ريديو اليوم حلو قوي وكله معلومات هم كل الفانز بس كملوه وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل يلا بينا نبدأ وهنبدأ بمهرجان العيلة والحقيقة عيلة الجمل اعلنت عن المفاجأة دي من اكتر من اسبوع وطبعا المهرجان ده هو فكرة مستر احمد عشان يكرم كل العيلة تكريم معنوي اكيد كان نفسه كل العيلة انهم يتكرموا في التلفزيون على تنسيلهم الرائع بس حبنا ليهم اكبر تكريم واحلى من اي جايزة وكلمة مهمة جدا لكل الفانز انهم احلى واجمل جيش واقف في ظهرنا ومع كل عيلة الجمل والبطل الحقيقي اللي مش متشاف هو فعلا اللي يستاهل الجايزة هم كل الفانز ومحبين عائلة الجمل اللي بيحبوهم وبيتابعوهم دايما وبرضو كمان السبب بعد ربنا في نجاح عائلة الجمل نحب نشكركم جدا على حبكم لينا ولكل عائلة الجمل وطبعا احلى تكريم لكل العيلة بجد انبساطنا قوي ولنا عارفين عائلة الجمل بتتعب ازاي في الافلام احلى تكريم لينا وبالنسبة لنا هو تكريم امنية قوة لانها بالرغم من صغر سنها الا انها احلى ممثلة ومش بس امنية حقيقي كل العيلة تستاهل انها تتكرم تكريم كبير الف مليون مبروك لكل عيلة الجمل وان شاء الله التكريم الجاي يكون في التلفزيون وكل الفانز يبوا فخورين بهم وبجد كل عيلة الجمل تستحق اجمل جايزة كملوا معينا الفيديو عشان تشوفوا الاصابة الخطيرة لسندريلا غذل دلوقتي تعالوا نروح سريعا لقاية احلى واجمل تك توك مع امنية القوة والعيلة هيعجبكم جدا ده طبعا بعد المفاجأة على طول لا تنسوش كملوا الفيديو معينا لسا مكملين اتقاب البنت جميلة بتخطف ملبخاتف من نصر تشالب كل حياة تتقاب لما كنت احرف شو حلو حبيبي شو حلو هلأ ما تشوفوا ما اجملو بس انا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزاعدو ودلوقتي تعالوا نروح لنادة حمه وايه اللي حصل في البحر وذعها الاية احلى منها والحقيقة اية احلى وبرنسو وكمان كل العيلة كانوا على البحر اليوم وطبعا كان فيه تصوير لسلمة لبرنسا مصر لكن البرنسا عزم العيلة كلها على اكلة سمك الموقف المحرج اني ناد حمه قالت انها كملت الاكل اللي جابوا البرنسو وجابت معيها ام الخلول وكمان جابت لهم بيديفور عشان يشربوه مع الشاي طبعا الموقف اللي حصل هو اني ناد حمه كانت بتاكل ام الخلول وكانت مستمتعة جدا بيها وقالت لقاية حقيقي نادة بتعرف تعمل اكل طبعا نادة حمه هنا استفزت اية احلى يويا قالت لها مش للدرجات دي دول شوية ام الخلول في شوية زيت عادي يعني نادة تسكت بقا لقا كملت وقالت بس نفس الواحد هو اللي بيفرق الكلمة اللي ضيقت اية اللي قالتها نادة هنا قالت كان ممكن اقول لمحمد يجيب سمك بس ومعملش ام الخلول وهنا اية وقفت التصوير وما كملتش كلامنا المهم ان الحاجة هندي كمان بزعلتش من كلامها لانهم متعودين على نادة حمه نادة يا جماعة بتتكلم بحسن نية وبقلبها على طول لكن هي مش قصدها تزعل اية احلى ولا الحاجة هندي وده مناسبة كلامنا عن نادة حمه معينا خبر حلوي ليها وهو اخوها يوسف نجح في المدرسة نحب نقوله الف مليون مبروك يا يوسف القبر التاني معنا هو ان بيبي صالح خد التطايم النهاردة ودلوقتي تعالوا نروح لبرانسو وازاي صالح بيبي مكة بعد معيات الجامت في الملاهي برانسة مصر وده مكة الملاهي وكمان لاب معاها لعبة تانية خالص تعالوا نشوف مقطع صغير ونرجع على طول يا كوكي سليمة. الف سلام عليها. وعوذين كل الفانز يقولوا الغزل الف سلام عليكي. سيزونا قالها انا قاسف ما تزعليش مني. هو ما كانش قصده يا جماعة يوقع عليها الشاي. وبس كده. وصلنا لاخر الفيديو. بس ما انتهيش. سؤال الفانز الفيديو اليوم هو. قلونا عيد ميلاد الاسطورة محمود الجمل امتى? شوفوا الفيديو وحلوا السؤال. وكملوه معينا عشان اسيني الفانز. وهنا وصلنا للنهاية. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر القرص عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. احبكم جدا. مع السلامة. اشتركوا في القناة.